السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في الفيديو رقم 9 من ضمن سلسلة فيديوهات شرح مميزات سوبر كليك ERP نظام سوبر كليك المتكامل الخاص بإدارة حسابات شركات المقاولات حضرتك تقدر تطلع على جميع فيديوهات شرح مميزات نظام سوبر كليك بالكامل من خلال قائمة تشغيل الفيديوهات رابط قائمة التشغيل هيكون متوفر لحضراتكم أسفل هذا الفيديو مباشرة باستعراض قائمة التشغيل حضرتك تقدر تطلع على جميع فيديوهات شرح النظام بالكامل نظام سوبر كليك مقدم لحضراتكم من شركة سوبر امي سوفت فور ادفانسد سيديوشنز سوبر مانجمنت سوفت ويرز وهي شركة تقدم خدمات البرمجيات والتسويق الإلكتروني بالإضافة إلى خدمات تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية وخدمات تصميم وتطوير المثاجر الإلكترونية بالإضافة إلى خدمات تصميم وتطوير تطبيقات الهاتف الزكية وخدمات التسويق الإلكتروني وأيضا خدمات أنظمة الـ ERP الخاصة بإدارة مختلف أنشطة المؤسسات والشركات التجارية وأنظمة الـ ERP الخاصة بإدارة شركات المقاولات وأنظمة الـ ERP الخاصة بإدارة الفنادق وتأجير الوحدات السكنية بالإضافة أيضا إلى أنظمة الـ ERP وعدة منصات إلكترونية خاصة بإدارة المؤسسات التعليمية ودعم التعليم عن بعد حضرتك تقدر تطلع على جميع خدمات الشركة وجميع أنظمة الشركة وصابقة أعمال وصابقة عملاء الشركة من خلال رابط موقعنا الإلكتروني www.supermsoft.com رابط الموقع الإلكتروني هيكون متوفر لحضراتكم أيضا أسفل هذا الفيديو مباشرة في هذا الفيديو وهو الفيديو رقم 9 هنستعرض مع بعض أهم المميزات الرئيسية اللي بيقدمها نظام سوبر كليك لحضراتكم من خلال قسم الإيرادات وسندات القبض اتعرفنا مع بعض في الفيديوهات السابقة على أهم المميزات الرئيسية المتوفرة داخل نظام سوبر كليك وهي أن النظام قابل للعمل أونلاين من خلال الإنترنت حضرتك تقدر تستخدم النظام من أي مكان وفي أي وقت من خلال الإنترنت تاني طريقة هو إمكانية العمل أفلاين داخل الشبكة الداخلية أو على السيرفر الداخلي الخاص بالشركة بدون الحاجة إلى وجود إنترنت نظام سوبر كليك بيدعم العمل بلغتين اللغة العربية بشكل كامل تقدر تستخدم النظام باللغة العربية زي ما واضح لحضراتكم وأيضا إمكانية التحويل إلى اللغة الإنجليزية فحضرتك تقدر تستخدم النظام بشكل كامل باللغة الإنجليزية أيضا نظام سوبر كليك بيقدم لحضرتك إمكانية العمل من خلال متصفحات جميع أنواع أجهزة الهواتف الزكية من خلال متصفحات جميع الأجهزة اللوحية وأجهزة التابلت ومن خلال متصفحات جميع أجهزة اللاكتوب وأجهزة الكمبيوتر البي سي حضرتك تقدر تستخدم النظام من أي مكان وفي أي وقت بكل سهولة أيضا نظام سوبر كليك قابل للتعديل والتطوير وفقا لإحتياجات كل الشركة في مختلف أنحاء الوطن العربي كل شركة مقاولات حبة أنها تعدل في النظام أو تستخدم النظام وفقا لإحتياجاتها النظام بشكل كامل قابل للتعديل والتطوير وفقا لإحتياجات كل شركة مقاولات نظام سوبر كليك أيضا بيدعم العمل من خلال عدة ألوان حضرتك تقدر تختار السيم المناسب لك وتشتغل وتستخدم النظام بالكامل من خلال السيم أو اللون اللي حضرتك حابب أنك تستخدم النظام من خلاله نظام سوبر كليك بيدعم التنبيهات والإشعارات بأكتر من طريقة بكل سهولة أهم الأقصام الرئيسية المتوفرة في نظام سوبر كليك هي قسم اعتداد حساب المؤسسة عمل نسخة احتياطية إدارة بيانات المؤسسة إدارة الضرائب وأنواع الضرائب والرسوم قسم المستخدمين والصلاحيات إدارة الملف الشخصي صلاحيات المستخدمين وإدارة المستخدمين بالكامل قسم مواد البناء والمخازن من خلاله بيتم إدارة بيانات المخازن وإدارة المخازن بالكامل إدارة أنواع مواد البناء إدارة وحدات مواد البناء وإدارة بيانات مواد البناء بشكل كامل قسم العملاء والموردين من خلاله بيتم إدارة بيانات العملاء والشركات وإدارة بيانات الموردين والشركات اللي بيتم عمل المشتريات من خلالهم بعد كده قسم إدارة المقاولين ومن خلاله بيتم إدارة أنواع أنشطة المقاولين وبيانات المقاولين سواء كانوا أشخاص أو شركات أيضا متوفر في النظام قسم المكاتب الهندسية قسم المشاريع والعقود وإدارة المستخلصات الخاصة بيهم بشكل كامل قسم فواتير الشراء والمدفوعات الخاصة بفواتير الشراء والمشتريات بشكل كامل قسم إدارة الخزائن ومن خلاله بيتم إدارة الخزائن إدارة عمليات السحب والإذاع التحويل بين الخزائن المختلفة بعد كده قسم إدارة الحسابات البنكية من خلاله بيتم إدارة الحسابات البنكية وإدارة التحويل بين الحسابات البنكية بعد كده قسم الإيرادات وسندات القبض من خلاله بيتم إدارة أنواع الإيرادات بنود الإيرادات وإدارة سندات القبض بعد كده قسم المصرفات وسندات الصرف ومن خلاله بيتم إدارة أنواع المصرفات بنود المصرفات وسندات الصرف بعد كده متوفر داخل نظام سوبر كيليك قسم إدارة شؤون الموظفين HR بشكل كامل وده من خلال إعدادات الموظفين واللائحة الخاصة بكل موظف إدارة بيانات الموظفين وتقييم الموظفين وأيضاً السيرة الذاتية الخاصة بالموظفين ومتابعة الموظفين من خلال الإشعارات المختلفة قسم حضور وانصراف الموظفين غياب وأجازات الموظفين وقسم إدارة التأخير والإضافة للموظفين وقسم المكافئات والخصومات للموظفين وقسم السلف واسترداد السلف وإدارة السندات الخاصة بهم وقسم رواتب الموظفين بناء على اللائحة الخاصة بكل موظف وبناء على الحضور والانصراف والغياب والأجازات والتأخير والإضافة والمكافئات والسلف بشكل كامل قسم إدارة حسابات الموظفين أو شؤون الموظفين هو قسم إداري متكامل خاص بإدارة الـ HR أو إدارة شؤون الموظفين بشكل كامل بكل سهولة ومرونة بعد كده قسم الحسابات العامة بيوفر الحسابات العامة لحضراتكم الإدارة المالية بشكل منظم من خلال شغرة الحسابات، ربط الحسابات، دليل الحسابات، القيود اليومية، مراكز التكلفة، دفتر الأستاذ، السنة المالية وميزان المراجعة، والميزانية العمومية، وقائمة الدخل، وقيود الإقفال أو القيود العكسية قسم الحسابات العامة مرتبط بشكل كامل بجميع السندات داخل النظام بيتم ترحيل السندات أوتوماتيك، وبيتم إنشاء القيود اليومية أوتوماتيك من خلال النظام وحضرتك أيضا تقدر إنك تسجل القيود اليومية بعد كده قسم التقارير تقرير بنود المصرفات، تقرير بنود الإرادات، تقرير سندات الصرف، تقرير سندات القبض، تقرير حركة الخزائن، وتقرير تحويلات الخزائن، تقرير حركة الحسابات البنكية، وتقرير تحويلات الحسابات البنكية، وتقرير جرد المخازن، تقرير إعادة الطلب، تقرير المشتريات، كشف حساب مورد، تقرير مدفوعات الموردين، تقرير حضور وأنصرف الموظفين، تقرير غياب وأجازات الموظفين، تقرير تأخير وإضافي الموظفين تقرير مكافئات وخصومات الموظفين وتقرير سلف الموظفين تقرير حسابات رواتب الموظفين تقرير مدفوعات الموظفين تقرير كشف حساب عميل تقرير كشف حساب مقاول تقرير مواد بناء المشروع تقرير مدفوعات وأرباح المشروعات وتقرير المشروعات بشكل كامل قسم التقارير بيقدم لحضرتك تقارير متعددة تقارير شاملة وتفصيلية عن جميع العمليات احنا كده رجعنا مع بعض سريعا أهم المميزات المتوفرة داخل النظام وأهم الأقسام الرئيسية داخل نظام سوبركليك احنا شرحنا في الفيديوهات السابقة قسم إعدادات حساب المؤسسة قسم المستخدمين والصلاحيات قسم مواد البناء والمخازن قسم العملاء والموردين قسم إدارة المكاولين وقسم المكاتب الهندسية وقسم إدارة الخزائن وقسم إدارة الحسابات البنكية إن شاء الله في فيديو اليوم هنوضح لحضراتكم أهم المميزات المتوفرة داخل قسم الإيرادات وسندات القبض في الفيديو التالي هنوضح لحضراتكم المميزات المتوفرة داخل قسم المصرفات وسندات الصرف بعد كده هنوضح لحضراتكم قسم فواتير الشراء والمشتريات وقسم المشاريع والعقود وإدارة المكاولات والمستخلصات بشكل كامل فيديو اليوم هنوضح لحضراتكم الإيرادات وسندات القبض من خلال قسم الإيرادات وسندات القبض بيتم إدارة أنواع الإيرادات وبنود الإيرادات وقسم سندات القبض وطباعة السند وإمكانية استخراج السندات وتصدير السندات في صيغة Excel و PDF وعدة تفاصيل نستعرضها مع بعض في البداية قسم أنواع الإيرادات حضرتك من خلال النظام بتبدأ أنك تأسم الإيرادات الخاصة بالشركة إلى عدة أنواع الأنواع دي بيتم تسجيلها من خلال الإضافة وتقدر أنك تعدل الأنواع وتحزف النوع وتقدر أنك تحدد أكتر من نوع للحزف بالإضافة أيضا إلى إمكانية البحث من خلال قسم فلاتر البحث بكل سهولة من خلال بداية الحروف مباشرة حضرتك تقدر أنك تستعرض البيانات وتبحث عنها مباشرة أيضا حضرتك تقدر تبحث من خلال البحث السريع من خلال البحث السريع تقدر أنك بمجرد كتابة بداية الحروف تقدر أنك تبحث بكل سهولة وتستعرض أيضا النتائج بكل سهولة حضرتك تقدر تستعرض النتائج الموجودة داخل الجدول بناء على القيم التي تحددها وتحددها تقدر أيضا ترتب الأنواع تصعوديا وتنازليا بناء على الترتيب الأبجدي بالإضافة أيضا إلى إمكانية التحكم في الأعمدة الظاهرة نقدر أن نخفي خنات معينة ونقدر أن نظهر الخنات مرة أخرى نقدر أن نعمل طباعة للتقرير في الشكل أو في الهيئة التي حددنا الخنات بناء عليها نحن حددنا في الجدول النوع وتاريخ الأضافة وتاريخ التعديل هي الأنواع دي اللي هيتم تباعتها وزهرها في الشكل علشان يتم تباعته ونلاحظ مع بعض أن التقرير بيبقى ظاهر في جميع البيانات الخاصة بالشركة اللي بيتم تسجيلها من خلال قسم إعدادات حساب المؤسسة بالإضافة أيضا إلى إمكانية تصدير الجدول بالكامل إلى ملف إكسل إحنا دلوقتي قسمنا أنواع الإرادات عندنا طيب بعد كده بيتم إنشاء بنود الإرادات حضرتك بتبدأ أنك تنشئ البند وتبدأ أنك تحدد أن البند ده تابع لأي نوع لو ضغطنا على إضافة بند إراد جديد حضرتك بتسجل البند وبتختار البند ده تابع لأي نوع من الأنواع اللي حضرتك سجلتها قبل كده طيب دلوقتي تقدر إنك تحفظ البيانات من خلال زر الحفظ أو من خلال الاختصارات الخاصة بالكيبورد F1 حفظ F2 تفريغ البيانات F3 إلغاء العملية بشكل كامل طيب بعد ما حضرتك بتسجل بنود الإرادات لو رجعنا مع بعض على الجدول تقدر إنك تعدل البند تقدر إنك تحزف البند طيب بعد كده بقى حضرتك بتنشئ البند الثانية مدفوعات مثلاً عقود مدفوعات عملاء رصيد إراد عميل رصيد مثلاً إراد مقاول وهكذا بتبدأ إنك تنشئ كل بنود الإرادات وتربطها بالنوع الخاص بيها طيب الأنواع دي جاية منين؟ الأنواع دي جاية من خلال قسم أنواع الإرادات نفسه نفس الأمر تقدر إنك تعدل على البيانات تحزف البيانات تحدد حسف المحدد للبيانات اللي أنت سجلتها تقدر ترتب البيانات تصعودياً وتنازلياً تقدر حركة تبحث بحث سريع تقدر إنك تعمل تصدير للبيانات في صيغة ملف إكسل تقدر تتحكم في الأعمدة الظاهرة تقدر أيضاً تتحكم في الطباعة بالإضافة إلى فلاتر بحثة متعددة تقدر تبحث بنوع بند الإراد تقدر أيضاً تبحث ببند الإراد نفسه يعني يأما تحدد النوع فبيظل حضرتك كل البيانات الخاصة بالنوع ده يأما بتحدد النوع فتيجي للبند اللي هو الخاص بالنوع ده فقط لو حضرتك محددتش ولا النوع ودخلت على البند مباشرةً هيظهر لحضرتك كل البنود يعني هنا البحث يأما بتبحث بكل خانة منفصلة يأما النتائج بتظهر لحضرتك بناء على الاختيار الأول يعني إحنا الآن اخترنا أرصد بداية المدة هنا هيظهر لنا كل البنود الخاصة بأرصد بداية المدة فقط لو اخترنا هنا سلف هيجي لنا هنا كل البنود الخاصة بالسلف فقط طيب هنا لو ما اخترناش أي حاجة خلاص هيظهر لنا هنا كل البنود الخاصة بالنظام اللي احنا مسجلنها يبقى احنا كده سجلنا أنواع الإرادات وسجلنا بنود الإرادات طيب دلوقتي البنود دي حضرتك لازم تعمل لها ربط مع قسم الحسابات العامة أو الإدارة المالية من خلال بقى ربط الحسابات حضرتك بتربط كل بند إراد بالحساب الخاص به في شجرة الحسابات تمام كده؟ علشان لما حضرتك تدخل بقى على قسم سندات القبض وبتنشئ من هنا سندات القبض مباشرة واتوماتيك بيتم إصدار القيود اليومية الخاصة بالسندات دي يبقى كده أي سند قبض أو أي سند صرف حضرتك بتخرجه من النظام بيسمع أوتوماتيك في قسم القيود اليومية وبالتالي بيسمع أوتوماتيك مع حضرتك في دفتر الأستاذ وفي ميزان المراجعة والميزانية العمومية وقايمة الدخل إلى آخر يبقى أنت بتنشئ السندات مرة واحدة من هنا سند القبض بيتم إنشاؤه فبالتالي بيسمع أوتوماتيك في الحسابات العامة نفس الأمر سندات الصرف بيتم إنشاؤها أوتوماتيك بتسمع في الحسابات العامة بالإضافة أيضا إلى أن حضرتك بتقدر أنك من هنا تنشئ القيود اليومية وتقدر أنك ترتب الحسابات العامة والدليل المحاسبي بناء على طبيعة عمل حضرتكم داخل الشركة سندات القبض حضرتك بتبدأ تنشئ سند القبض وبتختار طبعا مركز التكلفة اللي أنت هضيف السند عليه بتسجئ اسم المستلم الوقت والتاريخ نوع الإراض بند الإراض من أجل المبلغ طريقة التحصيل المبلغ ده هيدخل عندنا الخزينة أم هيدخل الحساب البنكي لو هيدخل الخزينة أنت بتختار الخزينة اللي هيدخل فيها المبلغ لو بتختار الحساب البنكي بتختار الحساب البنكي اللي هيدخل فيه المبلغ طيب ده الدفعة يكون شيك ولا لا لو شيك بتسجل رقم الشيك واسم البنك لو مش شيك خلاص بتختار طريقة التحصيل اللي احنا مسجلنا بتختار بقى طبعا نوع الحساب اسم الحساب لو حضرتك حابب ان المبلغ ده هيدخل كرصيد داخل حساب عميل او مورد او مقاول او موظف لو انت حابب تدخل الفلوس داخل الرصيد الخاص بالموظف او العميل او المقاول او المورد فبلتالي بتختار نوع الحساب وبختار اسم الحساب فالمبلغ المالي اللي انت بتنشأ السند ليه بيدخل اوتوماتيك في رصيد العميل او في رصيد المقاول او المورد او الموظف فبلتالي انت ايضا بتتحكم في الأرصدة ياما دائن ياما مدين تقدر سندات القبض تطلعها مباشرة الى الجهة تقدر تعمل لها تعديل لسند القبض تقدر ايضا انك سند القبض ما تربطهوش بعميل او مورد او مقاول او موظف تقدر تنشؤه مباشرة للنوع والبند الخاص به لو انت مش حابب ان المبلغ ده يدخل في الرصيد الخاص بالشخص او الخاص بالحساب اللي داخل المؤسسة عندك تقدر ايضا انك تعمل طباعة للسند ده شكل السند في الطباعة بيبقى ظهر هنا مع حضراتكم بيانات المؤسسة بالكامل وهنا اللوجو الخاص بالمؤسسة طبعا البيانات دي كلها تقدر انك تعدلها من خلال قسم اعدادات حساب المؤسسة وبيانات المؤسسة البيانات اللي حضرتك بتسجله هنا بالكامل هي اللي بيتم طباعتها داخل السند لو ضغطنا على طباعة هيتم طباعة السند بالاضافة الى ان حضرتك تقدر انك تحفظ السند في صيغة ملف bdf يبقى كده احنا اطلعنا مع بعض على اهم المميزات داخل قسم السندات طيب ايضا حضرتك تقدر ترتب السندات تصعوديا وتنازليا بناء على رقم السند تقدر ترتب بناء على الترتيب الابجدي لاسم المستلم تقدر ترتب تصعوديا وتنازليا بناء على المبالغ اللي بيتم اصدارها احنا كان مرتبينها تنازليا من الكبير للصغير تقدر ايضا ترتبها تصعوديا وهكذا تقدر حضرتك تتحكم في العميلة الظاهرة زي ما تعودنا نقدر نظهر البيانات اللي احنا حابين نعمل لها طباعة او نعمل لها تصدير في صيغة ملف excel نقدر ان احنا نبحث بناء على رقم السند نقدر نبحث بناء على اسم المستلم اسم المستخدم النوع نقدر نبحث بناء على بند الإراد نقدر نبحث عن السندات اللي بيتم تحصلها عن طريق خزنة او عن طريق حساب بنكي نقدر نبحث ايضا عن جميع السندات القبض خلال تواريخ معينة التاريخ من التاريخ الى نقدر نبحث بناء على نوع الحساب عميل فبيظهر لنا كل السندات الخاصة بالعملاء فقط نقدر نبحث بناء على اسم الحساب خلي بالك البحث هنا مترتب على بعض يعني احنا اخترنا هنا عملاء بيظهر لنا هنا كل الحسابات الخاصة بالعملاء فقط طيب نختار موردين فبيظهر لنا كل الحسابات الخاصة بالموردين فقط طيب لو ما اخترناش خالص خلاص مش هيظهر لنا هنا اسم الحساب الخاص بفئة معينة بيظهر لنا كل الحسابات طيب لو حددنا مكولين خلاص هيظهر لنا مكولين فقط وهكذا طيب رقم الشيك بيظهر لنا هنا كل الشيكات اللي بيتم إصدارها فنقدر إن احنا نبحث من خلال رقم شيك معين فبالتالي قسم إدارة سندات القبض زي ما واضح لحضراتكم بيقدم ليكم فلاتر بحث شاملة ومتكاملة تقدر إنك تبحث بكل فلتر منفصل أو تقدر إنك تبحث بين أكتر من فلتر مع بعض في نفس الوقت والنتائج بتكون مترتبة على بعض وده علشان النظام يقدم لحضراتكم سهولة البحث والفلترة بطرق متعددة من خلال قسم فلاتر البحث بتقدر إنك توصل للسندات المطلوبة بشكل كامل لو عميل جي وقال لحضرتك أنا عاوز كل سندات القبض الخاصة بي بتقدر بسهولة من خلال فلاتر البحث تحدد التواريخ من إله وتختار نوع الحساب عملاء مثلا وتحدد اسم الحساب بتختار اسم العميل فبيظهر لحضرتك هنا كل سندات القبض الخاصة بالعميل ده نفس الأمر بقى مع الموظفين ومع المقاولين ومع الموردين إلى آخره يبقى بالتالي قسم سندات القبض بيقدم لحضرتك إدارة مالية ممتازة نفس الوقت قسم سندات القبض مرتبط أوتوماتيك مع قسم الحسابات العامة في القيود اليومية بيتم إنشاء القيود اليومية أوتوماتيك بناء على السندات اللي بيتم إنشاءها هنا ده طبعا بعد ما حضرتك بتتم عمل ربط للحسابات نحن كده طرعنا مع بعض سريعا في هذا الفيديو على أهم المميزات داخل قسم الإيرادات وسندات القبض نظام سوبر كليك بيقدم لحضرتك إدارة متكملة للمنشأة نحن في انتظار استفساراتكم وتواصلكم معنا من خلال رابط موقعنا الالكتروني www.supermsoft.com رابط الموقع يكون متوفر لحضرتكم أسفل هذا الفيديو مباشرة أيضا إحنا في انتظار استفساراتكم وتواصلكم معنا من خلال الأرقام الموضحة أسفل الشاشة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة